السلام عليكم وتتبعي القناة مرحبا بكم في صفحة العاشرة من كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي اليوم إن شاء الله لدينا قراءة النص وفهمه أولا أصغي إلى قراءة أستاذي أو أستاذتي يعني أستاذي سيقرأ أو أستاذتي ستقرأ وأنا أصغي لقراءتها تانيا أقرأ بطلاقة مع أصدقائي وصديقاتي محمود أمي إنني أستطيع أن أكلم اللعبة ولكنها لا تستطيع أن تكلمني الأم لا تقلق يا بني إذا أردت أن يكون لك أصدقاء جدد فعليك أن تذهب إلى الأماكن التي يلعب فيها الأطفال تنعيد القراءة محمود أمي إنني أستطيع أن أكلم اللعبة ولكنها لا تستطيع أن تكلمني الأم لا تقلق يا بني إذا أردت أن يكون لك أصدقاء جدد فعليك أن تذهب إلى الأماكن التي يلعب فيها الأطفال أولا أجزئ كتابيا الكلمات الآتية إلى مقاطع وأقرأها لدينا كلمات سوف نقوم بتزيئة إلى مقاطع ثم نقرأها لدينا أصدقاء إذن نقطع الأول أص ثم نقطع الأول أص ثم نقطع الثاني دي الثالث قا الرابع أصدقاء كلمة الثانية روفقاء مقاطع الأول روفقاء روفقاء كلمة الثالثة مقاطع الأول يل عبو يلعب لدينا ثلاث مقاطع لدينا كثيرون كا وقطع الأول كا ثي فالثالث روفقاء والنقطع الرابع نا كا ثي رو نا ثانيا أصل الكلمة بمعناها المناسبة لدينا يفتقد يفقد ثم يتفقد والمعاني لدينا لم يجد صديقي كتابه يراقب أستاذ الغيابة ثم يحن الصديق إلى صديقه إذن سوف نأخذ المعنى الأول لم يجد صديقي كتابه إذن فقد فقده يفقد لن نا يفقد هي لم يجد صديقي كتابه يراقب أستاذ الغيابة إذن هل يفتقد أم يتفقد إذن فهو يتفقد يراقب أستاذ الغياب أن يتفقد الغياب يحن الصديق إلى صديقه أن يفتقده إذن يفتقد يحن الصديق إلى صديقه يفقد لم يجد صديقي كتابه يتفقد يراقب أستاذ الغياب ثالثاً أنجزوا عائلة كلمة رفيق على غرار النموذج الغياب ذاً لدينا صديق أصدقاء أصدقاء مسادقة صداقة صديقات تصادق إذن نحن سنأخذ رفيق 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 رفق أصدقاء رفيق 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 رفق رفيق ورفيقات. رابعا اقرأ كل كلمة ثم اعين لون مراد فيها. يعني لون مراد فيها يعني الكلمة وشرحها. ذا لدينا انضم وانبهروا. انضم هناك كلمة جمع رتب التحق. اذا انضم ليس هي جمع وليس يرتب. اذا فهي التحق. انبهروا. انبهروا. لدينا استفادوا. اندهشوا. اندفعوا. انبهروا ليس يستفادوا. وانما اندهشوا. انضم التحق. انبهروا اندهشوا. خمسا استعمل الكلمات الاتية في جمل. لدينا مرحون عليك عديدون كثيرون لكنها. اذا اول كلمة مرحون. لدينا رفقاء. في الدراسة. مرحونة. جملة ثانية عليك. 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 عليك احترام. احترام اصدقائك. عليك احترام اصدقائك في المدرسة. ثم لدينا كلمة الثالثة. عديدون. اصدقائي في الحي. عديدون. اصدقائي في الحي. عديدون. ثم لدينا كثيرون. اصدقائي في المدرسة. طلاب كثيرون. اصدقائي في المدرسة. ثم اخر كلمة هي. لكنها. اصدقائي في المدرسة. اصدقائي في المدرسة. اصدقائي في المدرسة. اصدقائي في المدرسة. اصدقائي في المدرسة.